السلام عليكم اليوم سوف اشرح عن طريقة المسار الحرج للمبتدئين بشكل مبسط جدا 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 لكي يفهموا ما هو المسار الحرج وكيف يتم حساب المسار الحرج وكيف يتم حساب العوم الحر او الفري فلوت او الفري سلاك او التوتال فلوت او العوم الكلي وهو مجدد السماح في المشروع لكي لا يتأخر خلينا نبدأ بس بشي عملي ونفتح مشروع جديد اوكي ونروح على الاكتيفتيز وخلونا نعمل اكتيفتي رقم واحد خمسة ايام خليها خمسة ايام تمام بس خلونا بس نتأكد المشروع يبدأ بس من يوم السابت اللي هو يوم الدوام الرسمي احسن تمام خلينا نحذف الاكتيفتي هذي ما نريدها بشان ما يحصل لخبطة من سورة الحسابات فنفتح الاكتيفتي اذا بداية الاسبوع هي موجودة اذا بداية الاسبوع لو تلاحظوا اذا تبدأ بداية الاسبوع اللي هو السبت الكالندر اللي عندي هو كالندر او رزنامة العمل ستة ايام في الاسبوع ستة ايام في الاسبوع تبدأ السبت والجمعة اجازة اوكي نخلي الاكتيفتي هذي نسميها او النشاط هذي نسميه اي اوكي وبعدين نعمل واحدة بي ونعمل الثالثة سي بي والثالثة سي والرابعة د والرابعة د د اوكي انا اومل او رابعة د او رابعة بدأت على 5 ايام انا الاولى نفرض انها بتستمر 5 ايام الثاني انا نفرض انها بتستمر يومين وانا الثالثة بتستمر عندي يوم وانا الرابعة تستمر معي 5 او الان المسار الحرج بيحدد العلاقات فنقول نفرض ان الاولى مربوطة بعلقة start to finish مع الثالثة ومع الرابعة والثانية مربوطة بعلاقة finish to start مع الثالثة ومع الرابعة والسي مربوطة finish to start مع الدي وعلاقة start to start ما بين الاي والبي تمام في نيجي احنا الان نعمل schedule اللي هو تاريخ ال data date 22 ديسمبر ونعمله schedule نلاحظ انه البرنامج حسب لي المسار الحرج طبعا في عندنا حسابات اليدوية اللي بنسويها بنشوف احنا ايش بنسوي فيها بعدين اقرريكم بعدين انما الان البرنامج حسب ليها بسبب علاقات هذه حسب لي انه الاي والسي والدي هي في المسار الحرج خلوني اخير السي انا بس مشان نكون عندكم انتو خلين نروح على السي وعلى علاقات تمام خلين نحضف العلاقة ما بين السي والاي مشان يكون عندي اا ثنتين علاقات ثنتين اا اكتيفتيز او انشوضة غير حرجة بس سهولة الحساب مشان الشرح اذا عندي المسار الحرج صار ا و دي و بي و سي لاحظوا انه اي علاقة ما نحطه احنا ما بين العلاقات ما بين الاكتيفتيز وبين الانشوضة بيغير المسار الحرج بشكل كامل ذلك اجب ان نكون احنا فهمانين لماذا نضع العلاقات هذه الان لو رحنا اجينا احنا شفنا ما هي التواريخ اللي يجبنا اياها البرنامج كاساس معانا الاي تبدأ يوم اثنين وعشرين ديسمبر في الايرلي ستارت الان انا دخلت هنا بالعمل هذه التواريخ اللي كي افهمكم ما هو حسابات المسار الحرج في المسارات الحرج بيحسب لنا اربع تواريخ انا بس مشا ما يحصلش عندكم لخبطة كمان الستارت والفنش اللي تعمل بعض الوقات للي مش عارف اشي البرنامج بيسويه فاحنا نروح نقول بس جيب لي الايرلي ستارت والايرلي فينش. ايرلي ستارت وايرلي فينش وليت ستارت والليت فينش. البداية المبكرة المحتسبة والبداية المتأخرة المحتسبة. والنهاية المبكرة. والنهاية المتأخرة. لاحظوا معي. حسب المسار الحرج المسار بتعريفه انه هو المسارة التي فيها الانشطة لو تأخرت يوم سوف تتأخر كامل المشروع سوف اخر المشروع وانه المسار الحرج دائما فيها free float و total float zero صفر ما في مجال يتأخر ابدا تمام بينما total float هنا بتعريفه هو الوقت الذي ممكن يتأخر في هذه الاكتيفتي ولا تأخر المشروع بينما free float معناه هو الوقت الذي لو تأخرت في الاكتيفتي بي فانه ستتأثر على الاكتيفتي سي بيومين فقط لو تأخرت عليها بتأخرها ما بين بي و سي وليست بين المسار الحرج نفسه و total float هو عملية حساب ما بين سي و دي وعملية تأخير الكم متأخر ما بين سي و دي اذا نجي حين مرة ثانية نقول اي مفروض تبدأ يوم اثنين وعشرين ولانها بالمسار الحرج فلابد ما تبدأ يوم اثنين وعشرين ما في تأخير ولابد ما تنتهي يوم ستة وعشرين اللي هو اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين خمسة ايام عمل تمام فما في مجال هلا التواريخ تتغير لانها مصار حرج نجي على اكتيفتي بي فتبدأ ممكن يوم اثنين وعشرين لكن ممكن تتأخر يومين وتبدأ يوم اربعة وعشرين من شان ما تأخر المشروع اكثر يعني بي ممكن تبدأ يوم اثنين وعشرين او يوم ثلاثة وعشرين او يوم اربعة وعشرين بدون ما تأخر مشروع وتنتهي بمبكرا يوم ثلاثة وعشرين ديسمبر او اربعة وعشرين ديسمبر او اخر شيء خمسة وعشرين ديسمبر بينما الاكتيفتي سي ممكن تبدأ يوم اربعة وعشرين مع ذرا او يوم خمسة وعشرين او يوم ستة وعشرين كاخر تاريخ بينما ممكن تنتهي بيوم اربعة وعشرين او 25 او 26 هي مجرد يوم واحد هو يوم واحد عمل وبالتالي تبدأ في نفس اليوم تنتي في نفس اليوم بينما D لأنها مسار حرج فما عندها إلا تاريخ واحد تبدأ فيه وتاريخ واحد تنتي فيه إذا تأخرت عن هالتواريخ هذه فأخرت المشروع طبعا ممكن تبدأ مبكر إذا قدرنا لكن المفروض أن حساباتنا صحيحة وعلاقاتنا صحيحة المفروض أنه تاريخ بدايتها هو نفسه إلا إذا عرفنا نجيب موارد أكبر وتنتهي أسرع إذن هذه بالنسبة لتاريخ البداية والنهاية المبكرة والمتأخرة والنهاية المتأخرة والنهاية المبكرة للأكتيفتيس في المسار الحرج وفي المسار الغير حرج لكن ما هو معذرة ما هو التوتال فلوت مثل ما قلنا التوتال فلوت هو الوقت الذي ممكن تتأخر فيه هذا الأكتيفتي أو هذا المسار أو هذا المسار هذا بهذا الأكتيفتي بدون ما تأخر على كامل المشروع يعني بي معاها يومين تأخير لو تلاحظوا هنا 22 Early Start وال Late Start يوم 24 23 24 يعني بعد 22 معاها يوم 23 أو 24 تأخر يومين فقط إذا ما تأخرت بعد اليومين بتأخر المشروع كامل تمام؟ هذا هو التوتال فلوت اللي هو الفرق ما بين Late Finish وال Late Start أو Early Finish وال Early Start يومين بينما Free Float هو الوقت الذي ممكن يأخر ما بين B و C يعني C ممكن تبدأ معي 24 أو 25 أو 26 تمام؟ معاها يومين ما بين ال B وال C ك Free Float Two Days يعني B ممكن تأخر Two Days بتأثر على C اللي ليصبحو الاثنين في Critical Path يعني لو هاي تأخرت يومين بتأثر على السيلة تصبح ايضا Critical Path إذا Free Float هو ما بين العلاقات خارج المسار الحرج وال Total Float هو ما بين العلاقات ما بين المسار الحرج فيما بيناتهم ومسار الحرج وال Activities اللي هي في غير المسار الحرج يتم حساب المسار الحرج وكيف يتم حساب Total Float في Activities في المسار الحرج في بريما فيرا أتمنى أن يكون هذا الشرح فهمت ماذا ماذا يحدث داخل البرنامج عند حساب المسار الحرج مثل ما قلت هو Activities عندك Activities والعلاقات بين Activities والأساس وعلى أساسها يتم احتساب المسار الحرج ويتم احتساب البدايات المبكرة والبدايات المتأخرة والنهايات المبكرة والنهايات المتأخرة لأي نشاط في المشروع كان هذا الزيادة البصير في شرح سريع على طريقة المسار الحرج وحسابات المسار الحرج شكرا جزيلا لمشاهدة وإلى اللقاء